موسيقى 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 ما نجهله عن حياتنا الأبدية هذا موضوع من أهم المواضيع اللي بيواجهه الإنسان في الحياة هذا الموضوع اللي شغل شعوب وأمم كثيرة من بداية المصريين القدماء كانوا بيبنوا الأهرامات لأنهم كانوا يؤمنوا بالحياة بعد الموت وهكذا إذا بتدرس حضرات وخلفيات قديمة بتشوف أن الكل بيبحث عن نفس الموضوع الحياة بعد الموت واليوم رح يكون حديثنا عن ما نجهله عن حياتنا الأبدية فيه معلومات اللي هي مغلوطة بتنتشر بين الناس بالموضوع اللي بيتعلق بالحياة الأبدية أو ما يتعلق بالسماء وفيه ناس يمكن ما بيعرفوا الامتيازات وحقوقهم في هذا الموضوع في موضوع الحياة الأبدية وموضوع السماء فالحياة الأبدية ما هي كيف ندخل إليها ما هو شكل المؤمن أو حياة المؤمن في السماء كيف سنكون وماذا سنكون وكيف نحيا وأسئل كتيري اللي بتدور في ذهن الإنسان ولا سيما منتعامل مع موضوع إحنا يعني ما حد فينا طلع على السماء حتى يخبرنا ولكن في الكتاب المقدس في كلمة الله في الرب يسوع المسيح بيعطينا ولو هيك قبس عن الحياة الأبدية الجميلة الجذابة وأنا أصلي أنه اليوم أن تكون من نصيب كل واحد بشاهد هذه الحلقة أنا بدعوك أنك فعلا تستمع للحلقة اليوم بذهن مفتوح وتصلي تقول له يا رب أنا فعلا عايز الحياة الأبدية كيف ممكن أحصل عليها وهذا الموضوع رح نجاوب عليه بعد قليل ولكن ابقوا الآن معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان أنتم تشاهدون برنامج ليكن نور بث مباشر على القناة الفضائية قناة الحياة ويسر أن أستضيف أخ صديق عزيزة على قلبي خادم الرب شخص مميز اللي فعلا رح يكون برك لنا في هذه الحلقة يسر أن أستضيف دكتور القص نيكولا ياسمين هو راعي الكنيسة الإنجلية المعمدنية الكتابية في مونتريال وأيضا هو متخصص في علم النفس والمشورة المسيحية أهلا وسهلا أسيس نيكولا أهلا فيك خيي المحبوب شكرا كثير لأجل دعوتك وبحب أن نرحب كمان بكل ضيوفنا وأحبائنا الموجودين معنا بهذه اللحظات أول ما تسمع الجملة ما نجهله عن حياتنا الأبدية إيه اللي بدور في ذهنك كخادم للإنجل هالكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد مقبل المسيح وما بعده 66 كتاب سفر مدونين لألنا ألاف الصفحات كلها تتعلق ب 60 70 80 90 سنة حنعيش على الأرض وكل ما يصف لنا في الكتاب عن حياتنا في السماء قد لا يتجاوز الأربع صفحات في صفحتين بآخر رؤي يحنى وآية هنا وهناك وكأني أشعر بأن الله يقول لنا اهتموا كيف تعيشون على الأرض بحياة القداس والإيمان بحسب تعليماتي ووصيائي وتؤمنوا به وتحصل على الحياة الأبدية والسماء علي سوربريز مفاجأة لي سلسلة مفاجأات الأبدية يعني ببلايين مليارات السنين سنحياها عندنا قبس صغير من هنا وهناك سنتأمل ببعضها اليوم لكن خلينا قبل ما نروح للسماء خلينا على الأرض في البداية أنه قبل ذهابنا إلى السماء المشاهد وطبعا المشاهدين بتوعنا من كل الخلفيات من كل الطوائف من كل الجنسيات والبرنامج بيوصل من أستراليا لكل أنحاء العالم رب يبارك بيسأل نفس السؤال طب أنا عاوز أروح على السماء إيه اللي ممكن أعمله أيوة فأبل ما نعرف شو فيه بالسماء ما نعرف زراحين لهنيك هذا مهم كتير لأنه لو عرفت أو جهلت وأنا مرحت يعني بيكون الأمر مصيبة لنا لو تسأل أي إنسان أي إنسان عنده شيء من الإيمان عن الحياة بعد الموت سيقول لك هناك مكان إذا كان مؤمن عنده شيء من الإيمان هناك مكان للعذاب اسمه جهنم هناك مكان مفرح اسمه السماء وكيف نذهب إلى هناك كل أديان العالم تعلم أننا نحن نعمل صلاح ونرفع لأله والله يتقبل وعلى أساس هذا الصلاح يقرر ميزان يعني تماما ليخلينا ندخل أو لا ندخل هناك دين المسيح بموجة بلكتان المقدس هو العكس تماما وليس ما نعمل نحن ونقدم لله الذي يقرر مصيرنا الأبدي ولكن ما عمل الله لأجلنا بتجسد وموت صلب وموت وقيامة رب يسوع المسيح ما عمل هو لنا ونحن نتقبله هو الذي أخذ المبادرة في الموضوع هو الذي أخذ المبادرة وهو الذي دفع الثمن الفداء كلمة أو البديل هي أهم كلمة لهوتية في الكتاب المقدس من العهد القديم إلى آخر العهد الجديم دائما الله يدفع البديل على الإنسان بالذبائح مثل قصة إبراهيم وأسحاق ابنه لما قال له قدموا ذبيحها على جبل المريا لما أخذوا وديدبحوا ألا تمد يدك على الغلام وأعطاه كبش ليفتديه بديل عنه حياة بدل حياة شخص يموت عن شخص وكل الذبائح كانت تشير إلى ذبيحة المسيح الذي أخذ هو نفسه خطيانا وعوقب وكأنه هو المجرم لكي يصير لنا نحن بر الله في أخذ مكاننا لنأخذ نحن بره فموضوع الخلاص هو في غاية الأهمية وهذا هو ملخص الإنجيل هذا الكتاب العهد الجديد هو كتاب الإنجيل المدون في رسالة الإنجيل لكن الإنجيل الخبر الصار هو رسالة ولكي نفهم هذه الرسالة ألخصها بخمس نقاط أساسية فضل على صورته ومثاله وكانت إرادة الله أن الإنسان في حياته على الأرض يعكس صفات الله خاصة ولم نقول على صورته ومثاله ماذا نقصد تسمع أجوبه عديدة أكيد لا يشبهنا جسديا لكن كل مرة أتكلم في الكتاب عن خلق الله لنا على صورته ومثاله أضاف كلمة وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشباهنا فيتسلطون إذن الله خلق الإنسان ليكون الإنسان يشبه الله بصفاته وميزاته خاصة لجهة أموره الخلقية الله عادل الله طاهر الله بار الله قدوس الله يكره الخطية الله حق ليس فيه ظلام ولا ظلمة وأرادنا الإنسان أن يكون مثله لكي يتسلط وهذه كلمة مفتحية أراد الله للإنسان أنه يتصرف مع أولاده مع عائلته مع الخليقة مع الكون كما لو كان الله سيتصرف لمسؤولية تماما بمسؤولية ببر بطهارة بقداسة بمحبة باعتناء فلما كسر الإنسان هذه الصورة التي فيه بفعل الخطية تشوه الإنسان من الداخل وأول ردة فعل كانت عنده أنه خاف من الله فاختبأ ثاني ردة فعل عنده تدأ يتهم شريكه هي أعطتني نعم وخربت الحياة من حوله شوكا وحسكا تنبت لك فإنسان الله قدوس وطاهر في ذهني أن يخلق الإنسان لكي يمثله على الأرض الإنسان أخطأ وأجرة الخطية موت كان لابد أن يكون هناك فداء هذه البديل والفداء مرتبطة في بعض البعض كلمة فداء كانت تستخدم في تلك الأيام لشراء عبد لو أخي مثلا أو ابني استدان فلوس ما إدر ردها فيأخذ المدين كعبد فأنا ومن يحب نجمع فلوس مثلا وندفع لهذا المدين بدل شراء بدفع الثمن شراء بدفع الثمن فداء ندفع عنه فيطلق حر لأن هناك من دفع الثمن وهذا ما عمله المسيح من أجل حسبه وكأنه هو الخطية صار هو خطية لأجلنا ليعطينا بره وخلاصه كيف نقبل هذا الخلاص هو بالتوبة والإيمان إذن من ألخصها بكلمة وحدة منقول بالإيمان لكن هذا الإيمان في عدة عناصر لأن الإيمان بحد ذاته قد يكون ميت إيمان الثقة والمعرفة أنا أعرف أنا بعرف الله أنا بعرف الإنجيل أنا بعرف عن السماء بعرف عن الخلاص لكن ما بعيش وما بيختبره هذا إيمان ميت مثل إيمان الشاطين تعرف أكثر مني ومنك عن الله لكن لا تطيع فإذن ضمن هذا الإيمان لهذا هو التسليم لنعمة الله لفداء المسيح الخلاصي التسليم له والثقة به وطرح كل همومنا وخطيانا عليه طالبين غفرانه فيه توبة لأنه من يؤمن بدون توبة عن خطيانه لأن المسيح عندما يقول أتى ليخلصنا من خطيانه لا لكي يخلصنا في خطيانه في ناس بقوله أنا الله خلصني باستمر بخطيائي لأنصار بيغفر لي هذا لم يعرف المسيح ما هو يجي يخلصنا من شوه لكي يخلص شعبه من خطيانه فيأخذ مننا هذه الطبيعة الفاسدة الموثوقة المكبلة بالخطي يعطينا طبيعة جديدة هذا لا يعني أننا لا نخطئ فيما بعد لكن الخطيئة لن تسودكم بقول بولوس الرسول فحين نؤمن بالمسيح تصير لنا الحياة الأبدية ودعني هنا بس أضيف كلمة بعد عموما مفهومنا كبشر يوصل لباب السماء وتقريبا ويقف هناك عند بعض الأديان الأخرى يعرفون أشياء كثيرة عن الجنة لكن هذه ليست سماء الكتاب المقدس هناك جنات موجودة فقط في فكر الناس ومعتقداتها من ربما ملاهي ومتع وملذات وملذات وأكل وشرب كل ما يمتع الإنسان هنا وهو محروم منه فقال أنه هناك ستكون مؤمنة له بوفر هذه السماء ليست غريبة عن سماء المسيح وسماء الكتاب المقدس أما بالنسبة للمسيحيين إذا بتقول له ليش المسيح خلصك بيقول لك شغلتين يخلصني من الموت والجهنم ويعطويني حياة أبدية الحياة الأبدية نقف عندما تخلها في تصورنا البعض بظن وقف بطرس أو ملاك نحن نعرف أن الرب يسوع المسيح لما استفانوس كان عم بيموت نعرف أنه استفانوس رأى المسيح قام وقف عنين قابل استقباله وندخل بعدين شو نعمل هناك أمرين شوارع ذهب وترنيم كل الأبدية أحدهم قال مثل بالإنجليزي معروف بيستعملوا الناس بيستهزاء وأنا برأي هو ليس مضحك أبدا أنه أفضل أن أكون بفضل أن يكون فرحان بجهنم على أن يكون بحالة ملل ففكر الناس أنه أنا أظل كل الأبدية أم رتل أو أم صلي أو ركع أولا الركوع والسجود والعبادة هو أمر ملذ ثانيا هذا جزء صغير من ما سنعمله في السماء وهذا ما سنتأمل به اليوم أكيد أكيد بس أنا إذا بعد إذنك أنت ذكرت خمس مراحل سحيح للخلاص إذا ممكن بس تعيدهم لأننا نعاوز أركز على هذه النقطة على أساس الدخول إلى السماء ولو بكلمات بسيطة إذا سمحت أولا فكر الله ومخطط الله لخلقنا نبدأ من هناك ماذا يريد الله ثانيا الإنسان عجزة كسر كماله باختيار الخطية والعصيان بدل الله ثالثا النعمة ظهرت بالفداء وموت المسيح وقيامته رابعا نقبله بالإيمان خامسا نرجع إلى الصورة الأساسية حين ندخل إلى الحياة الأبدية ونقضي الأبدية مع الرب طيب لو حد بيسمعنا بقولك أنا خاطئ شو العلاج للخطية العلاج من جهة الله كله عمل من جهة الله هو خلقنا هو عطانا الكتب وعطانا الأنبياء وعطانا الوسائل وعطانا حقه وعطانا تعليمه وعطانا ابنه وعطانا فداءه ودمه والخلاص هو هبة مجانية بأفاس الثنين تسعة بيقول بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم هو عطية كفت أف قاعد دون ديو بيقول بفرنسي هو عطية فلو حرى لو أنا أخي مثلا أقدم لك أي هدية هذه إن كانت ما الآن ماء أو ذهب ماذا عليك أن تعمل لتنالها إما تقول لا شكرا وإما تقبلها تقول شكرا لكن أنت تسألني بماذا أساهم فإذا ما عادت الهدية هدية لا تستطيع شراء الهدية ولا استحقاق الهدية ولا المساهمة بالهدية عليك أن تقبلها أو ترفضها بالإيمان والتوبة وقبول مخطط الله قبول هذا المخلص الوحيد ليس بأحد غير الخلاص هذا ليس من باب التعصب ولكن المسيح هو المخلص الوحيد لسببين لأنه هو الإله الذي تجسد اثنين لأنه الكامل الذي افتدانا ما في حدا كامل وافتدانا غيره والبقو كلنا بشر نؤمن لكن هو إله صار بشر لهذين السببين شخصه وعمله إن لم نقبله بتوبة وبإيمان وبإنكسار على خطيانا وندم على خطيانا ورغبة بحياة القداسة هذه كلها تحت كلمة يسميها إيمان الثقة التسليم فإذن الله خلاص لنا مثل ما ذكرت أسيس نيكول أنه في كتير ناس بتصل عند هذا الحد أوكي لكن تجهل ما بعد الإيمان ما بعد الخلاص نعاوز أعطي فرصة للمشاهدين إذا عندك أي مداخلة أي استفسار بتحب تسأل على فكرة اليوم إحنا رح نأخذ طبعا مكالمات هاتفية حتى تستوضح أكتر وبكل سرور سنجيبك سأرجع بعد قليل ترجمة نانسي قنقر أهلا أحبائنا المشاهدين مرة تانية أنتم تشاهدون ليكن نور بث مباشر على القناة الفضائية وضيف حلقتنا اليوم القس نيكولا ياسمين وحديثنا بصراحة كتير كتير مهم وكنت بفضل وبتأمل أن يكون أكتر من حلقة وأنا حتى بالفاصل عم بحكي للأسيس أنه يمكن لازم نسرع الأمر بس هو الحديث عن ما نجهله عن حياتنا الأبدية طبعا إحنا وصلنا لموضوع الخلاص وعن طريق الإيمان المقرون بالتوبة في شخص الرب يسوع ومن من لا يشتاق إلى السماء أمين وحياة السماء بس بحس أنه مرات إحنا منجهل السماء فشوقنا شوي أكتر أسيس عشان ندرك إحنا وين رايحين وشو السماء اللي بتحكي عنها كمقدم رحل شيء ثلاث آيات بسرعة بيقول برسالة بطرس الثاني الإصحاح الثلاثة والآية 13 ولكننا بحسب وعده ننتظر سموات جديدة وأرضا جديدة أهم شيء فيها وملخصها مش كلها ذهب ولا آلئ وأنهور ويسكن فيها البر لأنه نحن بساوي خطيانا اختبرنا حياة الشر وأدخلنا الشر إلى هذا العالم لكن الشيء الرائع اللي بحب ألفت النظر إليه أخي المحبوب هو أنه الكتاب يخبرنا أكثر عن حالة رب السماء واختبارنا له وحالة المؤمنين في السماء أكثر مما يخبرنا عن المسكن الذي هو السماء وهذا أمر بديه يجب أن يشغل أفكارنا لو واحد أرادنا أن تزوج واحدة وكل ما تسأله هذه العروس لهذا العريس كيف سيكون البيت والفرش واللون والذهب والسيارة والنوع يعني بتكون هذه الإنسانة مادية ومحدودة لكن هذه أسئلة مهمة لكن الأهم هو الحياة والعريس والعلاقة والشخص والتفكير والاحترام المتبادل وليس المسكن المادي بحد ذاته ويخبرنا بآيات قليلة بعض الأمور يجب أن تثير اهتمامنا مثلا بيقول بيحنى الأولى الثلاثة بيقول لأن انتظار الخليقة الخليقة منتظرة يتوقع استعلان مش مجد السماء ولكن أبناء الله فالسماء هي نحن السماء بالنسبة لالله هو هؤلاء الذين أحببتهم وافتديتهم بدم ابني سيأتون إلي عائلتي أولادي مش معناتها السماء مش موجودة كمكان ورح نقرأ عنا بعد شوي لكن استعلان أولاد الله بدي أخبركم مين هن هؤلاء أولاد الله بيقول أيضا بكورنتس 2-2-9 بل كما هو مكتوب ما لم ترى عين ولم تسمع أذن وأنا هو مش عم بقرأ من كتاب ديني آخر البعض أخذ هذه الآيات وقالوا أن الله أنزلها بل كما هو مكتوب ما لم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يغطل على بالي إنسان ما أعده الله للذين يحبونه للذين يحبونه مش للذين عملوا الصالحات أكثر من السيئات وإلى آخره يحنى الأولى 3-2 يقول أيها الأحبة الآن نحن الآن نحن بواقع لن نستطيع فهمه أو تصديقه نحن أولاد الله بعد فيه أكثر من هيك قال ولم يظهر بعده ماذا سنكون وكأنه الله أعدلنا من المفاجآت ما يكفي أنه قلنا بس توقع وانتظره ولكن نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله هو أتى إلى الأرض وافتدان وصار مثلنا حتى حين يظهر نكون مثله مش مثله في اللهوت أي آلهة ولكن مثله بمحبته وبفدائي وبخلاصي وبطهارته وبملكي قال كل ما هو للآب فهو لي ونحن وارثون لله الآب في المسيح فكل مجد المسيح سيشاركنا به مثل ما لنقول عريس ملك عظيم يمتلك من المجد والكرامة وأحب فتاة صبية فقيرة معدومة وقال لها حين تتزوجيني كل ما لي فهو لك هذا لا يعني أنها أصبحت هي الملك ولكن أصبحت شريكة بأمجاد الملك لأننا سنراه كما هو وأنا بقول الإنسان اللي عم بعيش بهذه الحياة يصلي ويعمل أعمال ويعمل أشياء لأنه بده جواهر أكتر أو أمجاد أكتر في السماء هذا إنسان أناني ولم يختبر عمق العلاقة مع الله ومع المسيح ترك الشخص ترك الله ترك محبة الله واهتم بالأمور المادية لما بنحكي عن السماء في بعض الأمور بحب أني تشارك فيها قد ما يسمحنا الوقت اليوم ما هي المفهيم الخاطئة عن السماء أوكي فإذن يعني لأنه اليوم إحنا يعني اللي بشاهدونا كل نوعيات الناس مسلمين أهلا وسهلا فيهم جميعا فكرة معينة عن السماء أو عن الجنة وأنا وأنت منعرف أنه في أفكار مغلوطة صحيح عن موضوع السماء إذا ممكن تشاركنا فيها شكرا أخي أنا أحب لأنه في ناس عندهم أفكار مغلوطة ونحن الأفكار الصحيحة مش لأنه نحن أبر أو أذكى أو أطهر من أي أحد آخر ولكن من يؤمن بكلمة الله هو يعرف الحق الثبتهم في الحق كلامك هو حق فنحن لا نخبر بما نعتقده ولكن مثل مأرينه ولكننا بحسب وعده ننتظر سموات جديدة وإحنا طبعا هو الكتاب المقدس هو الدستور والمرجع الأخير يعني هو اللي بحكم في كل شيء معلوماتنا هو فقط من الكتاب المقدس وأنا هو بس بدي أقول لأسيس نيزار ديش سمعت عن ناس من كل الخلفية الدينية اللي بقولوا نحن لا نؤمن بالكتاب المقدس والسؤال البسيط هل قرأته أنا مش كل كتاب قرأته بالحقيقة أؤمن به أنا قرأت كتب أديان أخرى لا أؤمن بها لكني قرأته لا أخاف من قراءة كتاب فأقول للناس طب اقرأ هذا الكتاب وحكم عليه مش مما سمعته عنه بل مما سمعته منه أنا مثلا أخدت بعض الكورسات عن الدين الإسلامية في كلية اللهود فأنا قلت لا أريد أن أتعلم عن الإسلام من خلال كتاب عنه أنا أريد أن أقرأه فأنا درست القرآن درست الصحيح البخاري ودرست الأسيرة النبوية وغيرها ولا أخشى أن أقرأ أي كتاب إلا إذا كان كتاب خلاعي لا سمح الله لكن أنا أنصح أي إنسان ليقرأ هذا الكتاب قبل أن يقول هو كتاب خاطئ بدي أول شي لما منموت لا لن نصير ملائكة بقوله صار ملائك في السماء أو صار ستار صار نجمة في السماء لا ما رح ما نصير نجوم لما منموت ما رح نروح للمطهر ليش؟ لأن المطهر موجود فقط في أفكار ومخيلة بعض الناس بالكتاب لما الواحد يموت إما يفتع عينيه في أحضان إلهنا ومجده إما يفتع عينيه معذب في اللهيب بس توضح كلمة المطهر لأنه مش مفهومة للكل المطهر هو مكان وسطي بين جهنم وبين السماء الذي يذهب إليه بعض الناس اللي نقول الوسطيين اللي ليسوا أبرار وليسوا أشرار فيقضون مدة عقاب معينة حسب الصلوات حسب الصلوات لأجلهم وحسب فترة عذاب جزئي اللي يكفروا عن ذنوبهم لكن هذا بالمفهوم اللهوتي للكتاب والمسيحي هذا ينصف عمل المسيح التطهيري على الصليب طبعا وكاننا نحن نطهر عن نفوسنا فهذا المكان الوسطي غير موجود في كلمة طلاب مش موجود يعني تماما نرجع لك كلمة طلاب تماما أي شيء نقول عنه نؤمن أو موجود أو مش موجود هذا لا يعني بلاهوت الإنجليين أو عقيدة نقول الكتاب دائما الكتاب ولن نصير أرواح أن نكون أرواح في السماء هي مرحلة وقتية لأنه جسد يذهب إلى التراب والأرواح تذهب للسماء لكن في القيامة الأجساد ستقوم أيضا نعم ولكن ستتغير وتكون قادر أن تعيش للأبد ولا تموت فيما بعد مجال للسقوط مجددا لأن الخطيئة لن توجد فيما بعد ولا شيطان فيما بعد لن نقضي الأبدية نبكي على أقاربنا الذين في جهنم هناك الكثير يسألوني بصراحة لأنه يقول هناك سيمسح كل دمعة من عيوننا العلاقات البشرية التي تربطنا هنا هذه وقتية ولكن نذهب إلى السماء لن نحبهم أقل لكن لن نحبهم بنفس الطريقة العاطفية الشخصية أمي أخي إلى آخره لن تكون هناك مكافآت للمؤمنين لبعض المؤمنين الذين بنوا على خشب وعشب وقش أي بمعنى آخر خدموا بطريقة خطأ أو بدوافع خطأ أو لأهداف خطأ أو بكذب أو برياء الكل مخلصين بنم المسيح اللي آمنوا نعم الكل صاروا أبناء الله نعم لكن مش الكل رح يكون على نفس المستوى من المجد نجم يمتاز حضرتك أخي المحبوب عندك عدة أولاد وأحفاد لو سألتك هل تحبهم بتمييز تقول أبدا كلهم أولادي وأحفادي لكن أقول لك هل راضي عليهم كلهم بنفس طريقة اللي لا في حدا راضي عليه أكثر أو أقل بحسب تجاوبه أبوتك لهم هي بسبب ولادتك لهم ثابتة لكن رضاك عليهم بسبب تجاوبهم فهذا يتغير ربما ولد أولادك تأتمنوا على كل شيء ولد آخر إلى آخري أنا بحكي بشكل عام أيضا لن تذهب أرواحنا لثلاثة أيام أو أسبوع أو أربعين يوم بتدور حول أقاربنا ولا يأتي وقت فيه اللي تتواصل أرواحنا معهم ويا في ناس بيمارسوا الشعوذة بيحضروا خالوا وأبوه والجده وأحذر من كل المشعوذين وكل الشعوذة والسحر والتعامل مع عالم الأموات الكتاب يحذرنا كل التحذير لأنه هذه ليست النفوس هو ليس أبوه وخاله لأنه أبوه خاله إما في السماء وإما في جهنم ما حدا بيقدر استحضرهم هذه أرواح شريرة ديمنز تتلبس هذه الأشخاص وحالتنا ثابتة بالمكان الذي نذهب إليه ولا مجال لا الارتقاء بسبب صلوات الناس لنا دعني أقول أمر محزن من دون ما يعني أزعج أحد أكبر خدع في العالم المسيحي وغيره من الأديان هو الصلاة لأجل الموت اللي راحت نفوسهم قال هو عظيمة قد أثبتت من كلام المسيح ربنا في لؤسطان لا أحد يستطيع الذهاب لا من هنا إلى هناك ولا من هناك إلى هنا فكرة أنه أنا يعني بكرة بموت وبيعملولي نوع من الصلاوات عند راحة نفسي فترتقي روحي أو نفسي من مكان إلى مكان هذا أمر لا وجود له في الكتاب المقدس على الإطلاق وفي كل هذا الكتاب لا نرى أحد صلى مكلم ميت ولا صلى لأجل ميت يبدو كان فيه اتصال فبس خلينا رجع وضح للنقطة ما في حدا بها الكتاب لا في العرد القديم ولا الجديد صلى وناجا ميت يعني يا مار إبراهيم أو مار موسى أو مار إليا في العرد القديم أو مار يعقوب أو مار استفانوس في العرد الجديد لأن الصلاة لأي أحد غير الله هو إشراك بالله ولا أحد صلى لله لأجل أحد اذكر أبي أو أمي أو خالتي هذه أمور غريبة عن الكتاب المقدس طيب خليني أخذ مكالمة بعد إذنك أبو رامي أهلا وسهلا أبو رامي أنت معانا على الهواء رامي أهلا وسهلا خيير رامي أنت معانا على الهواء تفضل حبيبي ربنا يباركك أهلين أخ رامي والأسيس نيكولا ربنا يبارك خبنتك أهلا وسهلا فيك أنا حبيبي أنا من العابري من عشر سنوات ربنا يباركك إليه يباركك متعمد أنا من 2014 قصة الحياة الأبدية أنا بعمري ما اضطرأت لهالموضوع إلا أنه أنا حقاب اليسوع المسيح الحياة الأبدية هذا هو إيماني فأنا يعني لازم أول شيء لازم يعرف أكثر بالنسبة للحياة اللي وعدنا فيها الرابط التاني شغلة بعد الموت الدفن يعني ما هيكون على الطريقة المسيحية طبعا حيدفوني بالطريقة الإسلامية مع أني أنا عاملوا فيها هذا شيء بيأثير والتاني شغلة عندي أختي أنا كانت من يعني المتعصبين للإسلام وكانت تصليني لقاء حتى الله يهديني ورجعني لعنده هلأ هلأ هي عم تسألني عن يسوع المسيح فأنا بدي صلى ربني وصل هذه الرسالة لقلب الأفضل وبدأ شيء يعني أهم شيء أول شيء عركة في بالإيمان المسيحي شكرا أخي شكرا أخي شكرا أخي أمين حبيبي ربنا يباركك يا أخ رامي شكرا أكتير وإحنا هون في عنا فريق من الصلاة رح نسندك في الصلاة من أجل أختك ومبروك عليك يسوع وربنا يباركك يعني السؤال كان استشفيت من الموضوع على طريقة الدفن طريقة إسلامية مسيحية كده مع أنه كاتب وصي وهاي على فكرة كتير من أحبائنا العابرين في الدول العربية يعني لازم يدفنوا على حسب يعني لهاي فشو يعني بكل اختصار بدي أقول أنه ماذا يفعلون بالجسد لا يهم ماذا سيفعله هو في جسدنا هذا المهم أنه سيقيمنا لنكون على شبه سورة مجده يوسف لما مات في أرض مصر دفنوه حنطوه على الطريقة المصرية هذا لا يغير شيء دود حياكل التراب تبع المؤمن وتبع غير المؤمن والمصري والمسيح والمسلم واحد اثنين بالنسبة لأختك أنا وصلي لأجلها ولأجل خلاصة أنا بدي أقول بالحقيقة وهذا كلام مش مجاملي عندي محبة كبيرة لأخوتنا المسلمين وكل الناس أيضا لأنه كثير منهم عندهم غيري لله وعندهم تقوى لكن هذا اللي يعرفوه يعني أحيان كثير من أصدقاء المسلمين بيتربوا على الخوف من دين المسيحيين وكتاب المسيحيين وأنجيل المسيحيين لكن صلاتي وأنا ربنا أعطاني امتياز أني أربح الكثير منهم للمسيح ومؤثر تجاهن لازم أربح أكتر لكن من صلي لأجلهم أخي مثل ما رب فتح قلبك يفتح قلب يعني أنت حديثك عن بعض الأشياء المغلوطة في موضوع السماء والحياة الأبدية كثير مثلا من حديثة مع أحباء المسلمين بفكروا أن القبر هو كأنه نهاية كل شيء فبيخافوا من شيء ما يسمى عذاب القبر معنى أنت ذكرت أن هذا جسد خلص بيتحلل أهم شيء الروح أخي لحظة الإنسان يغمض عينيه في هذه الحياة بقول بالكالتاب فترجع الروح إلى الله الذي أعطاه ويرجع التراب إلى التراب بقصة العازر والغني الغني فتح عينيه فرأى نفسه في الهلاك هي قصة عذاب القبر والصورات والعازر في السماء كل هالكلام والعازر في السماء يعني هيدا أمور لأن أؤمن بها لأنها غريبة عن كتابنا المقدس ولكن كمان ذكر قال أنه بحب يعرف عن حياته الأبدية وأنا بهني خيرا منك قلت أنه بتحب تعرف كيف بدك تعيش هون وهذا الإنسان في المقدمة أنه كل هالكتاب كتب ليعلمنا عن حياة البر والتقوى والإيمان والقداسة وأطاعة الله والقليل عن السماء ورح نحاول أنه نذكر هالقليل هذا أخذ مكالمة بعدين نكمل في القليل يعني نعم أوكي أهلا وسهلا أبو مهند أنت معانا على الهوى أبو مهند أنت معانا على الهوى مش عارف إذا معانا أبو مهند مساء الخير مساء الخيرات أبو مهند تحية محبة للأخ وصديق العزيز نزار شاهين وضيفه الكريم أهلا وسهلا أبو مهند كلمة تقول الدمعة الأخيرة ويمسح الله كل دمعة من عيونهم رؤية يوحنى 7-17 إن الدموع هي جزء من حياتنا والناس في كل مكان يضرفون الدموع فقط التي خلقتنا تستطيع أن تصل إلى نبع الأحزان وتنشفه فتيمسح الله كل دمعة من عيوننا أمين منها دموع الدعاثة دموع الفقر دموع الألام دموع الشك والفشل دموع خوف دموع الإهماء دموع الأطرة نعم كل دمعة ستمسح بيده الحنون يد الذي يعرف جبلتنا يا عزيزي المتألم والحزين إن ألمك وحزنك الحار سيأتي إلى نهايته ويثبت لنا المرنم داوت هذه الحقيقة طائلا عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح أرنم في ذلك اليوم الأبدي الأخير لن يكون هناك بكاء ولا دموع بما بعد فيا له يوم بهيج تحس يمسح رب لا بكاء بذلك الربوع في السماء بقرب يسوع هللوا للأمل يحموع السماء تعني لا ألم لا ليل لا دموع لا موت وتحية محبة خلع زي نزار شهين وشكرا لك شكرا جزيلا أبو مهند ربنا يباركك على هذه المداخلة وهذا يعني السؤال اللي بيقودني إنه نيجي لموضوع الحياة الأبدية حالتنا الروحية إذا ممكن تتحدث عن هذا الموضوع رح جرب يعني أحكي بالوقت القصير البيئي معنا رح من أول السماء تعني أربع أمور مبدئيا واحد رب السماء اتنين أولاد أو عائلة السماء نحن تالتا السماء نفسها ورابعا ماذا سنفتقد أو غير موجود في السماء أو من لم يذهب إلى السماء وأبدأ بالأولى لأنها الأهم لأنه رب السماء أهم بكثير من التفاصيل الأخرى التي لا نستهم بها مثلا بيقول بمزمور 17-15 قال أما أنا فبالبر أنظر وجهك أشبع إذا استيقظت بشبهك I will be satisfied in your presence إذا بوع وإنت لما بصح من الحياة تلاقيك أدامي أول حقيقة أننا سنراه سنراه لأن الله بالنسبة لإلنا في الكتاب لم يعود إليه الخالق القدوس البعيد لخلق هؤلاء الناس على هذه الذرة اللي اسمها كوكب الأرض ونحن ذرات عليها بل هو إله شخصي لنا وحين علمنا أن نصلي علمنا أن نصلي أبانا الذي في السموات كلمة الله الآب موجودة في الأربع نجيل 174 مرة وكلها من تعليم المسيح الآب 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 حين تصلي في الخفاء أبوك يراك ويسمع حين تعطي صدقة أبوك الذي الخفاء يرى صدقتك أطلبوا من الآب الآب نفسه يحبكم الطوبة للأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله بمتى خمسة ثمانية إذا هو الله الآب أو الأب بالعربي الدرج فإذا ماذا نحو نسبي له نحن أولاده وهذه النقطة الثانية قال وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم فرصة أعطاهم ربما لعلهم وإن شاء الله لا بالكتاب ما في كل التعبير اللي فيها حالة التمنى بيتكلم عن اليقين عن التأكيد أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله أي مش المسيحيين المعمدين أي المؤمنون بإسمي موضوع إيماني إيمان شخصي بعلاقتنا مع الله فإذا أهمية الحياة مع الله هي هو ونحن علاقتنا مع بعضنا البعض الله أراد من الإنسان ومن البشر أن يكونوا أولاد وعائلته كان ينزل الله يتمشى مع آدم في الجنة ولما نخلص في الحياة الأبدية لن نرجع إلى الجنة التي كانت في جنة عدن في الأرض ولكن سنذهب إلى الفردوس السماوي الجنة السماوية أو الحياة الأبدية معه فإذا أهمية السماوية هي عائلة مع أبيها أيها لازم هيك نبدأ نفكر العلاقة معه نكون معه نكون مثله يكون لدينا فالوشيب شركي معه قالوا عبيده يخدمونه فإذا هي العلاقة في مكان ما بين الآب السماوي وبشر ترابيين أرضيين أخطأوا عوجوا المستقيم افتداهم الله آمنوا به وضعوا كل ثقتهم به وسيرثون معه الحياة الأبدية سيبقى الله وسنبقى بشر لن نصير آلهة في البعض بيظنه رح نصير آلهة ولكن سنتشارك معه في مجده ونحيا معه إلى أبد الأبدين البعض بيظنه أن السماء هي مكان ممل هي مكان ممل لمن لا يحب الله يعني لو أنت رح تزور شخص لا سمح الله لا تحب ولا يحبك أي شيء تعمل هناك سيكون مملك لكن إذا في شخص بالنسبة لك أهما في الوجود وبالآخر ترى أخي الحبيب بعض الناس الذين يشيخون مع بعضهم أزواج زوج وزوجي بيقعدين في مكان فقير أو بمكان للمتقاعدين سينير هوم وما بقى فيه لا جمال ولا شهوة وممنوعين عن نص الأكل لكن إذا واحد منهم غاب التاني بيشعر وكأنه تاه وضاع ما الذي يجمع هذين العجوزين اللذين لو عندهم خيرات الأرض لا يستطيعون تمتع بها سماع خف ونظر خف وما بيقدر يهضموا الأكل هو الشخص هو الشخص فإذن السماء هي مكان فرح والسماء مكان بهجي ومكان رجاء لأننا موجودين في حضرته أي شيء يريده لنا نحن تحت أمره وعننا بنعرف أن الله ليس ممل انظر إلى الفراشات انظر إلى طيور السماء انظر إلى زنابق الحقل تدرك أن وراء هذه الخليقة الرائعة إله رائع وخالق رائع فإذا كان في الأرض الملعونة توجد هذه الأمور الجميلة انظر إلى طفل انظر إلى قطة صغيرة تلعب انظر فكان بالحري في المجد السماوي هل يمكن الله يبدع في الأرض أكثر مما يبدع في السماء لنا لخلقته النقطة الثالث في غاية الأهمية قال سنكون مثله وقول فإن سيرتنا نحن هي سيرتنا مواطنيتنا هي في السماوات التي منها أيضا ننتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيح الذي سيغير شكل جسد تواضعنا الجسد التراب الذي يشيق ويموت ليكون على صورة جسد مجده بحسب عمل استطاعته أن يخدع لنفسه كل شيء نحن ربما لنا هذا أمر مستحيل كيف إنسان مات وأكله الدود والدود مات ونبت نبتات وأكلت البقرة أجلك ورجعت وتحول مئة مرة كيف يمكن أن يقوم الله الذي خلق الإنسان من العدم أول مرة لا يستطيع أن يأخذ زراته ويخلقه ويقيمه ثانية بحسب عمل استطاعته لكن المهم سنكون معه وسنكون أيضا مثله في أمور أخرى تخجلنا بعظمتها من امتيازات الله لنا بطرستاني واحد ثلاث الأربع بيقول كما أن قدرته الإلهية قد وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى بمعرفة الذي دعانا بالمعرفة بكلمة الله بالمجد والفضيلة المجد والفضيلة من خلال معرفة الله لذين بهما قد وهب لنا المواعيد العظم والثمينة لكي تصير بها شركاء الطبيعة الإلهية أنا وقت أفكر بهذا الموضوع وأقول من أنا الإنسان المحدود بكل ضعفاتي مائت من تراب إلى تراب أعود لكي يهبني مواعيد عظم وثمينة بها أصير شريك الطبيعة الإلهية مرتين هذا لا يعني أنني أصير إله لكن يعني أنني أصير أحب البر وأهرب من الشر الهاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة برومي 28 يقول لنا ما هو قصد الله وغاية الله من عمله فينا كبشر أكان في حياتنا هنا على الأرض وأستمرارها في الأبدية يعني يسأل الإنسان طب ما غاية الإيمان ما هي الغاية القصوى والنهائية للإيمان في المسيح نقرأ الكتاب لا هذه وسيلة وليست الغاية نصلي هذه الوسيلة وليست الغاية نذهب الكنيسة ما هي الغاية قال لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين وكأن ما بقلنا هو أخوكم البكر أي المسيح ولكي تردوني صيروا مشابهين له فكل يوم أنت نسمح للروح القدس ذروح الله فينا ولكلماته وبحياة التقوى التدرب أن نصير مشابهين للمسيح أكتر كل ما اقتربنا من تحقيق رغبة الله فينا إن كان في هذا العالم أو في الأبدية فكل يوم مثلا أسأل نفسي لو أنا على طريق السماء هل أنا محب كما مسيحي أحب هل أنا غفور كما مسيحي غفر لي هل أنا متواضع كما أنا ربي تواضع وغسل أرجل التلاميذ هل أنا أعيش لإرضائه كما المسيح قال مسرة أفعل المشيئة الذي أرسلني هل أنا مستعد أن أضحي في نفسي كما أن المسيح أتى ليعطينا حياته ليبذل نفسه فيديوة عن كثيرين فكلما اقتربت من الشبه في المسيح كلما أنا أختبر السماء في حياتي على الأرض وسأختبره في السماء في حياتي بعد الأرض هذه بالنسبة لعلاقتي مع المسيح علاقتنا مع المسيح لكن في علاقتنا كمان مع في علاقتنا أيضا مع نفوسنا مع نفوسنا مثل ما قال له بترس للمسيح قال له شوف يا رب بالحقيقة بدل لك شيء هو هذا نحن قد تاركنا كل شيء وتابعناك لألك ونلحق وفهمنا بس ماذا يكون لنا تعرف بترس هذا الشخص الطيب المندفع الصريح يعني أنت أمجدك وأشكرك وأعبدك وأموت لأجلك ونحمل الصليب لأجلك فهمنا ونحن مستعدين ونحن نحبك وأنا مستعد تموت عنك كمان بالآخر اكتشفنا ضعفه ونعيش الحياة بس بصراح ماذا يكون لنا وشوف الرب ما وبخوا على هذا السؤال ما قال له حرام تفكر في نفسك وربما كلنا نفكر بذلك أنا عشت كل هذا الإيمان صديقة أو ابن عمي أو قريبة اغتنى اشتهر وأنا لأني عشت الإيمان ورفضت خفاية الخزية أو ربما الرشوة أو التهريب يا رب يعني شوف حالتي مثلا أو ربما أحد اضطهد لأجل المسيح خسر بيت أو ربما أجزاء من جسمه أو هدد في القتل أو أخذوا منه زوجه زوجته يجي أنا ماذا يكون ليه فسنتأمل أيضا ببعض دقائق عن امتيازاتنا في حياتنا في السماء أول شيء بقول لأن ملكوت الله ليس أكلا وشربا بل هو بر وسلام وفرح فر القدس كل مرة تكلم عن السماء في أي مكان في الكتاب خاصة في الحياة الأبدية في رؤي يحنى يتكلم عن فرح في السماء يتكلم عن مجد في السماء يتكلم عن عمل ونشاط في السماء رؤي يحنى 22 إصحاح هي الأمور الأخيرة والحياة الأبدية وسلسلة أحداث تحصل ودينونات وأمور لكن في أمور معينة للإنسان ما بلاحظها هي أنه فيه 14 ترتيلة أو تسبيحة دوكسولوجي بسموه دوكسا من تمجيد تمجيدات لله كل مرة يحصل شيء في السماء أو يقول شيء الرب يسوه خاصة أو يحصل على الأرض فترى إما الكنيسة إما المؤمنين إما الـ 24 شيخ إما الملائكة إما وقفت وإما سجدت وإما سبحت وصرخت بصوت عظيم أنا عادت مرات بقول للإخوة اللي عم برتله في الكنيسة بيك عم بلحن على صوتاته ويقولوني يقبلوني يا أخوة أنتم مش خرج كنت روحوا السماء لأن في السماء هناك هتاف هناك صراخ لدرجة لما كانوا يرنموا لما كانوا يصبحوا مش عم يعملوا واجبات وتقوص دينية فتهتز السماء وتحصل زلزلة عظيمة في السماء هناك فرح هناك إله حي هناك إله قدير وقدوس فنحن سنأخذ هذه الطبيعة منه وسنتفاعل معه في عبادته في نفس الطريقة مرات تيري لما بعمل عرس زواج ويجمعين بكون في بنت هيك مهزبة نعمة بتعرف أولاد الكنيس وبنات الكنيس وموظر أحيان هيك متواضعين ومحتشمين لكن ترى هذا الشاب العريس بتطلع سعيب إلا هذا هو زيت والشاب اللي بنعرفه عم يرقصه فرحان بده يحمل عروسه وبده وعم يتطلع بعيون براقة فإذا كنا نحن كبشر نتفاعل بهذه الطريقة مع من نحب كم بالحري ربنا ومخلصنا الذي قال أنه العريس ونحن العروس الذي يعمل على تهيئتنا هنا لنليق به وفي السماء في عشاء عرس الخروف قال ستنزل الكنيسة المؤمنين كعروس مزينة لرجلها هو إذا قد صار صوت العريس أتى ومهل ما استعدوا لقائه السماء لا ليست مكان ممل بالحقيقة المكان الممل في الأبدية هو جهنم لأنه يسميه موت وفي الموت لا في فرح ولا في أكل ولا في شعور ولا في إثارة وليس موت بمعنى العدم لكن بمعنى الانقطاع عن الحياة ومصدر الحياة في ظلم في صراخ في ظلم وفي صراخ وفي ملل وما في فرح وما في هدف وما في رجاء وما في مخلص وما في إله وما في لك المجد يا من رحمتنا يا من خلصتنا في السماء سنكون أبكار مرة فكرت أنا شو يعني سنكون أبكار أبكار أي جمع بكر بكر هو الأول بين أخوته قال وكنيسة أبكار مكتوبين في السموات وإلى الله ديان الجميع وإلى أرواحي أبرار مكملين البكر هو من له امتياز بين أخوته في العائلة امتياز في الميراث وامتياز في يحل بدل أبو في نصيب اتنين نصيب اتنين في الميراث هذا بكل جمال حضارة وثقافة هناك احترام للبكر للكبير أخونا الكبير أختنا الكبيرة عم بقول أننا كلنا كنيسة أبكار كلنا لنا انتيازات البكرية كل واحد مننا مميز بنظره كل واحد منه هو أول من نوعه بنظر إلهنا قال أيها الأحباء الآن نحن أولاد الله ولم يظهر بعده ماذا سنكون لكن نعلم أننا أنه إذا أظهر سنكون مثله وكلمة مثله كلمة مفتاحية إن كنا نريد أن نكون مثله هناك يجب أنه كما سلك ذاك أن نسلك نسلك نحن أيضا وخاصا برسالة يحن الأولى عدة مرات بقول لازم نسلك كما سلك ذاك سلك ذاك نكون أبرار أو أطهار بيور كما كان ذاك نكون عايشين حياة نكون عندنا البر كما سلك ذاك وأن نعيش في هذا العالم ونمثله يعني يجب أن الناس لما يشوفونا يعرفوا خصال المسيح من خلالنا وكانوا أقولوا إذا كان المسيح مثل وأنا هيك بفكر تجاهك خيير أسيس نزار إذا كان المسيح مثل خيير نزار فعلا ينحب لأنه أرى المسيح في خصالي وحياتي وأنا أنت بركي شخصية لألي لكن أنا أقول أن هذا يجب أن يكون منطبق على كل مؤمن ربما الناس لن توافقنا على أفكارنا ومبادئنا وإيماننا وكتابنا لكن لازم يقولوا لكن حياتهم نحبها حياتهم نحبها أسيس نيكولا يعني أنا عارف أن هذا موضوع طويل وإنت لمست يعني شيء يعني إحنا يمكن فيه أمامنا ثلاث دقائق إذا عاوز تلم الموضوع يعني إيه الرسالة اللي عاوز توصلها لأخوتنا وأخواتنا المشاهدين رح أرأيي واحد يقول يا لعمقي ومع أنه بعد ما يعني بعدنا بأول موضوع زلت آينا مرتين ربما مثل ما حكيت موضوع بقول يا لعمقي غنى الله وحكمته وعلمه ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء استقصاء بقول بالإنجليزي معنيتها untraceable لا يمكنك تتبعها فإذن السماء ما نعرفه هو نقطة في محيط السماء والأبدية قصد أن تكون لنا مفاجأة وسلسلة مفاجآت وكاننا عم بقول أنا أحببتكم خلقتكم فديتكم أعطيتكم من خلال المسيح حياة أبدية عيشوا لي وطيعوني في هذه الحياة واتركوا الأبدية لي أنا بعرف كيف أكرم الذين يكرمونني وهذا بيخدنا للفقرة الأولى التي تكلمت فيها في الحلقة أنه كيف أحصل على الحياة الأبدية إذا ممكن يعني ولو في دقيقة يعني الشخص اللي بيسمعني لأول مرة كيف ممكن يحصل على هاي الحياة الحلوة الحياة الأبدية اللي ذكرتها رسالة الخلاص بموجة العهد الجديد هي مختلفة عن كل تفكير ديني في هذا العالم كل الأديان تجتمع على بالآخر نوع من التفكير كن كويس أعمالك الصالحة أكثر شوي من السيئة واتكل على رحمة ربنا هذا لا وجود له في الكتاب لأنه يقول أنه ليس بار ليس ولا واحد الجميع أخطأوا أموات لا نستطيع أن نرضي الله ولكن الله يستطيع واستطاع أنه يفتدينا لسنا نحن من نقدم أضاحي لله لكن هو الذي ضحى بابنه بموته على الصليب إن آمنا به بتوبة وإيمان وتسليم لنا خلاص حياة أبدية إن لم نؤمن به نحن رفضنا مخلصنا الوحيد لأنه جاء من السماء وتجسد وعاش بيننا ومات ودفن وقام هذه حقيقة القيامة هي أقوى زلزال في وجه كل أديان وفلسفية العالم قام المسيح وهو حي والذي قام وصعد للسماء يستطيع أن يقيمني ويخلص أن يعطينا حياة أبدية أمين شكرا كتير قسيس نيكولا شكرا يعني مثل ما الكتاب بعلمنا اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم أمين هو ذا الآن وقت مقبول هو ذا الآن وقت خلاص ونحن نشكر الله أنه كانت المبادرة منه كل ما عليك أنك تيجي تيجي لعند الرب هو أكمل عمل الفداء لكن كل ما عليك أنك تصرخ من قلبك أمين أرحمني أنا الخاطئ أنا بدعوك يا رب تكون مخلص وسيد وملك على حياتي إذا بتحب أي مساعدة روحية تواصل معنا ربنا يبارك أمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر